اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي هو النور فاضاء به ظلام الديجور واخرج به من الظلمات الى النور ففتح الله به اعينا عميا واذانا صم وقلوبا غلفا وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة فترك الامة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن امته ورسولا عن قومه وصلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم اما بعد ايها الاخوة المشاهدون الفضلاء وايتها الاخوات المشاهدات الفضليات هذا برنامج جديد بحول الله تبارك وتعالى وقوته نستعرض فيه مواعظ بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما احوجنا الى سماع هذه المواعظ ولا سيما واننا في زمان الفتن نحن في اشد الحاجة الى التثبيت الى ثبات امام الفتن والمغريات قال تعالى وهو اصدق القائلين ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ليس المهم ان نستمع الى الموعظة وانما الاهم ان نعمل بما في هذه الموعظة ولو انهم فعلوا ما يوعظون به كثير من الناس يستمعون الى المواعظ لكنهم لا يلتفتون الى ما فيها لابد من العمل والفعل بما في الموعظة هنا يأتي التثبيت وهنا يأتي الخير ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ما المقصود بالموعظة قال اهل العلم باللغة الموعظة الترغيب والترهيب وهي في جانب التخويف اظهر واكبر اذا المراد بالموعظة ان يتكلم المرء كلاما فيه ترغيب في فعل الخير وفيه ترهيب في اجتناب الشر لكن الغالب على المواعظ ان يكون فيها التخويف ومواعظ الصحابة رضوان الله عليهم هي احسن المواعظ وافضل المواعظ واكثرها فائدة بعد مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا عجب فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم هم التلاميذ النجباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو امام الواعظين وخاتم الانبياء والمرسلين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله واصحابه اجمعين من هم الصحابة الذين سنتحدث ان شاء الله تعالى عن مواعظهم يقول اهل العلم ان كل رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لمرة وامن به ومات مؤمنا فهو صحابي وقد ذكر اهل العلم ان عدد الصحابة يربو ان يزيد على مئة الف اختلفوا في العدد تماما فمنهم من قال عدد الصحابة مئة واربعة عشر الفا ومنهم من قال بل عددهم مئة واربع وعشرون الفا ومنهم من اوصلهم الى مئة واربعين الفا وايا كان فان عدد الصحابة يربو ويزيد على المئة الف بابي هم وامي رضوان الله عليهم اجمعين صحابة رضوان الله عليهم لهم منزل عظيمة فهم خير القرون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقرود الخيرية ثلاثة اعظمهم وافضلهم الصحابة رضوان الله عليه ويليهم في المرتبة والفضل التابعون ثم يأتي في المرتبة الثالسة تابعوا التابعين رضي الله عنهم اجمعين وهو نبينا الامين صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه يا لعظمة هؤلاء الرجال انظروا كيف كرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وحزر من سبهم وتنقصهم فان الصحابة رضوان الله عليهم هم حملة هذا الدين نقلوا الينا كتاب الله عز وجل ونقلوا الينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم ومكانتهم فيقول لو ان احدكم اي ان احدا من غير الصحابة انفق في سبيل الله مثل احد ذهب تخيلوا وهذا عمر افتراضي لو ان رجلا يملك جبلا من الذهب كمثل جبل احد وانفق هذا الجبل في سبيل الله ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه والمد كما نعلم هو ملء الكفين ملء الكف ملء الكف هذا هو المد ملء كفين يعني ولذلك يقال الصاع اربعة عمدان ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه يعني ملء الكف الواحدة فهذا يبيض لنا فضل هؤلاء الصحابة ويكفيهم شرفا وفخرا ان الله تبارك وتعالى زكاهم في كتابه الكريم قال تعالى حكاية عن الصنف الاول من الصحابة وهم المهاجرون للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ثم قال تعالى عن الصنف الثاني وهم الانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة رضوان الله عليهم امنة للامة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم انه قال النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعدون فيجب علينا ان نحب ان نحب الصحابة رضوان الله عليهم ومحبتنا لهم انما هي فرع وتبع لمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤمن احدنا حتى يقدم محبته على جميع المحاب قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صحابة رضوان الله عليهم حملة هذا الدين من تنقصهم او سبهم او وقع فيهم فانما هو زنديق لانهم نقلوا لنا كلام الله عز وجل ونقلوا لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن اراد ان يتنقصهم انما اراد بطريق غير مباشر ان يطعن في هذا الدين ان يطعن في كتاب الله المبين ان يطعن في سنة النبي الامين فاحزروا هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم وجعلنا من محبيهم ومن تابعيهم ومن المتعظين بمواعظهم انه ولي ذلك والقادر عليهم والصحابة رضوان الله عليهم طبقات بعضها اعلى من بعض والخيرية كما نعلم خيرية التفضيل سنة من سنة الله تبارك وتعالى في كونه وفي خلقه سنة التفضيل ماضية تعمل اثرها وصلت حتى الى مقام الانبياء والرسل قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالصحابة رضوان الله عليهم قسمهم اهل العلم بالحديث والسيرة الى طبقات اعلاهم فضلا واكرمهم منزله العشرة المبشرون بالجنة وعلى رأس العشرة يأتي الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقية العشرة ثم يأتي بعد ذلك اهل بدر الكرام رضي الله عنهم اجمعين ثم يأتي بعد ذلك اهل بيعة الرضوان اهل الحديبية ثم يأتي بعد ذلك من اسلم قبل الفتح واخيرا يأتي من اسلم بعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى كل من تشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلام الله عز وجل موعود بجنة الله ورضوانه فعلينا ان نتأدب مع هؤلاء الصحب الكرام وان نحبهم في الله تبارك وتعالى وان نقتفي اثرهم وان نستمع الى مواعظهم ونحن عاقدين العزم بنية صادقة على ان نعمل وان نفعل بهذه المواعظ نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المحسنين المخلصين المخبتين الاواهين المنيبين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة